سيبلغ متوسط صدرات الغاز إلى أوروبا بحلول العام 2035 ما بين 50 إلى 75 مليار متر مكعب سنوياً وهذا الرقم بالكاد يصل إلى ثلث مستويات المبيعات قبل الحرب جاء ذلك في تقرير لشركة غازبروم الروسية حيث تطلب الشركة بانتظام إجراء أبحاث للحصول على التفضيلات والتمويل الإضافي من الكريملين وأنهت الشركة عام 2023 بخسارة قياسية بلغت 629 مليار روبل أي حوالي 7 مليارات دولار وذلك بعد أن خفضت الدول الغربية بشكل كبير مشترياتها من الغاز الروسي خرجت أوروبا من موسم التدفئة باحتياطات كبيرة من الغاز وتبين أن الشتاء كان دافئاً ونتيجة لذلك لا يوجد ضغط على سوق الغاز الطبيعي ويحاول الجميع إيجاد مصادر بديلة بطريقة هادئة مدركين عن احتياطات الغاز اليوم كبيرة جداً في مرافق التخزين الأوروبية فسوف تجد البلدان مصادر بديلة للإمدادات تعتبر الأزمة الأكثر خطورة في تاريخ غازبروم في العام 1998 عندما انخفضت أسعار أسهم الشركة لأكثر من ثمانية أضعاف ومنذ ذلك الحين شهدت الشركة تراجعاً مرتين خلال أزمة عام 2008 وأثناء الموجة الأولى من العقوبات في العام 2014 لكن بحسب المحللين بعد الخسار القياسية خلال العام الماضي قد لا تتعافى صناعة الغاز الروسية قبل ثلاثة أو أربعة أشهر عندما كان هناك تعليمات من المفوضية الأوروبية بأنه على الدول التي تعتمد على روسيا في مجال الطاقة أن تجد مصادر بديلة لذلك فالواقع هو أنه لن يكون هناك نقل للغاز وتأمل شركة غازبروم أن يساعد خط أنبيب قوة سايبيريا 2 الجديد الممتد إلى الصين في تعويض حجم الصدرات المفقودة إلى أوروبا ومع ذلك تشير صحيفة Financial Times إلى أن طاقته ستبلغ 50 مليار متر مكعب فقط سنويا وأسعار الغاز في الصين تعتبر أقل بكثير مما هي عليه في أوروبا لقد أصبح واضحا أن سعر إمدادات الغاز الروسي إلى الصين اليوم لا يكاد يصل إلى 300 دولار لكل ألف متر مكعب ومع ذلك على مدى السنوات الخمس الماضية كان أقل بكثير من هذا فقبل عشرة أعوام عندما تم توقيع العقل الصيني مع شركة غازبروم كان مستوى الأسعار الذي ذكر باعتباره يضمن الحد الأدنى من الربح على الأقل أعلى بعدة مرات من السعر الفعلي الذي تزود به شركة غازبروم للغاز وهذا يعني أنه في السنوات الأخيرة كانت الشركة تبيع الغاز إلى الصين بخسارة ويقول أليكسي بيلغوريف المتخصص في معهد موسكو للطاقة والتمويل أن شركة غازبروم قد تحاول توسيع قائمة المنتجات المصدرة من أجل استعادة الربحية فقد تحاول الشركة بيع الأمونيا والميثانول ومنتجات معالجة الغاز الأخرى ولكن مثل هذه الأساليب غير قادرة على التأثير بجكل جدي في زيادة الأرباح أعداد فيكتوريا سميرنوفا لقناة ويتفي عربية شكرا للمشاهدة